عزائي طلاب الصف الخامس الإبتدائي السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم معايا ودرس المفعول به المفعول به يا ولاد طبعا جزء من الجملة الفعلية ولكن مش موجودة على طول علشان كده دايما نقول ان فيه ركنين أساسيين من الجملة الفعلية الفعل والفاعل دول لازم يكونوا موجودين لكن المفعول به ساعات بييجي وساعات لأ فأنا بقول ان هو جزء من الجملة الفعلية بس مش على طول ايه هي الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل وتتكون من ركنين أساسيين اللي هما ايه الفعل والفاعل زي ما قلنا وكثيرا ما يدخل الجملة الفعلية المفعول به كثيرا لكن مش على طول زي ايه كالآتي فاز الأبطال الجملة هنا مش محتاجة مفعول به فاز فعل ماض ومبني على الفتح الأبطال فاعل مرفوع وعلى مترفع هي الضمة طب الفنان رسم ايه اللوحة يبقى هي الايه المفعول به مفعول به منصوب وعلى متنصبه الفتحة اذا المفعول به زي ما احنا شايفين ساعات بييجي ساعات لأ يأتي كثيرا في الجملة الفعلية ولكن ليس دائما مش على طول اذا هيا بنا نتعرف ما هو المفعول به وما هي وظيفته داخل الجملة الفعلية المفعول به يا ولاد هو اسم منصوب زي ما قلنا منصوب دائما يقع عليه فعل الفاعل هو اسم دائما ايه منصوب بيقع عليه دائما فعل ايه الفاعل يعني ايه اللي الفاعل عمله هو ده المفعول به اكل الولد التفاحة الولد اكل ايه التفاحة يبقى فعل الاكل وقع على مين على التفاحة اذا المفعول به دائما منصوب علامة النصب الاصلية ايه يا ولاد الفتحة الاصلية يعني فيه علامات تانية فرعية يبقى المفعول به دائما منصوب ودائما يقع عليه فعله ايه الفاعل نشوف بقى من علامات النصب بتاعته زي ما قلنا لسا ايهلين حالا الفتحة بس بينصب بالفتحة اللي هي العلامة الأصلية مع مين؟ مع المفرد لو وقع المفعول به مفرد أو لو وقع جمع تكسير هيبقى علامة نصبه العلامة الأصلية اللي هي الفتحة نشوف بالأمثلة نوضح أكتر شرح المعلم الدرسة المفعول به مين؟ الدرسة اعربوا إيه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ليه؟ لأنه مفرد بيعبر عن مفرد ما هو درس طيب با كرم المدير التلاميذة التلاميذة ده ايه؟ مفرد ولا جمع؟ جمع بس أنا عندي ثلاث أنواع جمع في اللغة العربية جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم والتكسير ده من أنهي واحد فيهم جمع التكسير مين يبقى هو المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب ليه؟ لأنه جمع تكسير زرع الفلاح والأرضة الأرضة طبعا مفعول به منصوب بالفتحة لأنه ايه؟ مفرد وهكذا إذن اللي بينصب بعلامة النصب الأصلية اللي هي الفتحة مني أولاد المفرد وجمع التكسير مثال كمان قرأ أحمد القصصة من اللي قرأ أحمد يبقى هو الفاعل؟ قرأ ايه؟ القصصة يبقى هي المفعول به مفعول به ماله منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه ايه؟ مفرد ولا جمع تكسير؟ برافو لأنه جمع تكسير هنا مثال سريع بيقول لي حدد الفعل والفاعل والمفعول به في الجمل الآتية ألف نال الطفل الجائزة أين الفعل يا أولاد؟ أين الفاعل؟ الفاعل ناله برافو الفاعل مين؟ مين اللي نال؟ برافو الطفل طيب مين بقى المفعول به؟ برافو عليكم الجائزة يبقى الفعل هنا نال الفاعل الطفل الجائزة هي مين؟ هيا هيا مفعول به نشوف المثال الذي بعد كدا طيب Bourbe طيب الفاعل مين محمد صنعت النجار المكتبية أين الفاعل وأين الفاعل وأين المفعول طبعا الفعل هو صنع الفاعل النجار المكتب هو مفعول به المثال الرابع طبعاً زي ما احنا شايفين مارسه هو الفعل الفاعل الأولاد و الأنشطة هي إيه الذي وأقى عليه فعله الفاعل التي هي الأنشطة ليه المفعول به ودلوقتي يا أولاد نحل الأنشطة مع بعض الناشط الأول حدد المفعول به في الجمل الآتية و اكتبه نحدد أين المفعول به و نكتبه ألف يحب الأطفال القراءة أين المفعول به يا أولاد برافو عليكم القراءة يبقى احنا كده حددناه وكتبناه باء صمم المهندس المصنعة اين المفعول به برافو عليكم المصنعة هو المفعول به جيم زار السياح الآثارة برافو عليكم الآثارة حددناها وبعدين كتبناها دال ساعد الأولاد الفقيرة برافو عليكم الفقيرة ها زين التلاميذ الفصولة الفصولة برافو عليكم واو زرع الفلاحون الأرض أين الفاعل؟ عفوا أين المفعول به؟ برافو الأرض زرع الفلاحون الأرض الأرض هي المفعول به النشاط الثاني بيقول لنا اختر إجابة صحيحة مما بين القوسين ألف الرياضة تقوي الجسمة كلمة الجسم فاعل ولا مفعول به ولا ظرف ولا خبر؟ برافو عليكم مفعول به لأن نعرف على طول الكلمة اللي قبلها فعل مضارع اللي هو التقوي فين الفاعل؟ ضمين مستطر تقديره هي بيعود على الرياضة بتقوي إيه؟ الجسم هو اللي وقع عليه فعل الفاعل يبقى هو المفعول به طيب نقل المذياع والأخبارة كلمة الأخبارة مفعول به منصوب علامة نصبه إيه؟ برافو عليكم الفتحة ليه؟ لأنه جمع تكسير زي ما قلنا جيم كافاء المعلم التلميذة كلمة التلميذة هنا يا ولاد مفعول به منصوب علامة نصبه؟ برافو الفتحة ليه؟ لأنه مفرد دال كرمت الدولة الأطباءة كلمة الأطباءة اعربها إيه؟ ظرف مبتدأ مفعول به فاعل برافو عليكم مفعول به قرأ أحمد نقط مفيدة كتب كتبا كتب كتب قرأ أحمد إيه؟ برافو كتبا علشان المفعول بيبقى منصوب وده جمع تكسير فيبقى عالمة نصبه الفتحة واو أرسل الله تعالى الأنبياء الأنبياء أم الأنبياء أ طبعا مفعول به منصوب بالفتحة لا إليه لأنه جمع تكسير النشاط اللي بعد كده أكمل الجدول الجمل الآتية بمفعول به واضبطه ألف تقدر مصر نقط الأذكياء عاوزين مفعول به يا أولاد برافو تقدر مصر طبعا كل واحد يقول المثال اللي هو عاوزه الطلاباء الأذكياء يبقى هنا المفعول به الطلاباء باء اشترى التلميذ نقط ممتعة أي حاجة من عندكم بس يكون المعنى صحيح برافو عليكم ممكن نقول اشترى التلميذ قصصا ممتعة جيم شرح المعلم الدرس دال رسم الطفل يبقى رسم الطفل لوحة ده مفعول به بيناسب معنا الجملة آخر نشاط في درسنا النهاردة أكمل الجمل الآتية بمفعول به مناسب مما بين القوسين البرجة الكونة التلميذة الحدائقة البحاصيلة المريضة ألف خلق الله طبعا يا ولاد خلق الله الكونة باء كرم المدير برافو عليكم التلاميذة جيم بنى المهندس البرجة دال زار الأطفال الحدائق هاء عالج الطبيب المريضة برافو عليكم حصد الفلاحون المحاصيلة وبكده يا ولاد أنا هاينا درس اليوم ان شاء الله نلتقي في الدرس القادم اشتركوا في القناة